طيب أهلا بحضراتكم وأهلا أهلا 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 بضفطنا العزيزة كاتبتنا الصحفية الرائعة والكبيرة وسيد زانفين شحاتة نائب رئيس تحرير الأهرام والكاتبة المتخصصة وده شيء مهم جدا في التعليم منورانا يا وسيد زانفين أهلا بحضرتك وأهلا بسيدة المشاهدين إزاي صحة كل حلو الحمد لله تمام نحن النهاردة كان عمدنا يوم مبهر رائع جميل تفوق الجامعات والرئيس اتكلم في أكثر من موضع وفي أكثر من لقاء عن التعليم اللي هو ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي والسوق بتاع العمل ما يطلبه سوق العمل المصري بل وسوق العمل الدولي هنا هبدأ أتكلم على التطور اللي حصل في التعليم عندنا من 14 لحد اللحظة اللي احنا قاعدين فيها دي الحقيقة النهاردة كان حوار المصرحة والمكاشفة سيادة الرئيس اتكلم في كل الملفات اللي تخص العملية التعليمية بالتحديات اللي بتواجه الدولة في الارتقاء بالتعليم اتكلم عن ميزانية التعليم اتكلم على تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي وشرح كمان ايه المشاكل اللي بتواجه المرحلتين أو القطاعين سواء قبل الجامعي أو الجامعي وقال كمان الجهد اللي بتبزله الدولة على مدار سنوات من 2014 حتى الآن من التطوير ومن التحديث في البنية التحتية سواء في المدارس أو الجماعات اتكلم على تنمية أعضاء هيئات التدريس سواء المدرسين أو المعلمين والتعينات الجديدة بالنسبة لل30 ألف معلم لمرحلة رياض الأطفال ويمكن دي كانت في الجلسة الخاصة ببناء الإنسان وأيضا نتكلم على الجماعات المصرية اللي أضيفت إلى قطاع التعليم العالي ومنها الجماعات الأهلية يعني عددها حوالي 20 جمعة أيضا الجماعات التكنولوجية العددها حوالي 10 جماعات وكل نوعية من هذه الجماعات بتخدم قطاع كبير من الطلاب وقطاع كبير من الراغبين في نوعية معينة من التعليم يعني جماعات التكنولوجية بتقبل حوالي 80% من التعليم الفني و20% من التعليم العام الجماعات الأهلية فيه جماعات أهلية دولية وفيه جماعات أهلية خاصة وفيه جماعات أهلية بتتبع الجماعات الحكومية أو منبثقة عن الجماعات الحكومية طبعا كمان في نوعية من الجامعات اللي هي عاملة توقمة مع الجامعات الأجنبية ودي زي الجامعات اللي موجودة في العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة لطبعا البرامج الخاصة اللي موجودة في الجامعات المصرية الحكومية حضرتك اتكلمت على كل ده وربطه بسوق العمل احنا بداية من التعليم قبل الجامعي ومن مرحلة رياض الأطفال بنأهل الطالب لمرحلة القبول في سوق العمل بمعنى إيه؟ بمعنى اللي احنا بقى عندنا قطاع اسمه قطاع التعليم الفني القطاع دوت كان مهمل لسنوات خلال السنوات الماضية شاهد طفرة غير مسبوقة سواء بالنسبة لتطوير المناهج سواء بالنسبة لتخصصات أضيفة بيحتاجها سوق العمل سواء بالنسبة لنوعيات المدارس زي مدارس التكنولوجيا التطبيقية اللي بتقبل يعني الطلاب بالتعاون مع الشريك الصناعي ويمكن وزارة التربية والتعليم لما بتيجي تحط المناهج بتحطها بالتعاون مع الشريك الصناعي انت لما تخرج لسوق العمل الشركات والمصانع دي بتتطلب إيه في الخريج لدرجة السلوكيات بتاعت خريج التعليم الفني أيضا بيتم الاهتمام بيها لأن الشركات والمصانع والشريك الصناعي اشتكى من بعض السلوكيات متعلقة بالانتباط وما إلى ذلك فتم مراعاة هذا الأمر أنه فيه محددات للسلوك داخل هذه المدارس وطبعا يعني فيه عدد هذه المدارس زاد في الفترة الأخيرة وفيه كمان يعني مخطط لزيادة عددها حتى التنمية المستدامة 2030 بنتكلم على تطوير مناهج لكافة المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال حتى المرحلة الإعدادية وفيه استعداد كمان لتطوير مراحل التطوير في المرحلة السنوية ودي المرحلة الأهم والأصعب لأن دي البعبع اللي بيخوف كل أولياء الأمور من امتحانات من درجات بتحدد مصير الطالب في الالتحاق بالجامعة وإحنا عندنا يعني طابع في الأسرة المصرية الاستثمار في تعليم ولادنا يعني ممكن الأب والأم ما يكلوش وما يشربوش لكن يعلموا ولادهم يصرفوا على التعليم ميزانية كبيرة جدا طبعا كل هذه الأمور بتعد الطالب لسوء العمل سواء هيكمل في الجامعات الحكومية الجامعات الأهلية جامعات التكنولوجية الجامعات العاملة توقمة مع جامعات أجنبية هذه الجامعات بتستقبل بقى الخرجيد من التعليم قبل الجامعي وبتبتدي إنهم تعلمهم بطرق مختلفة قائمة على التكنولوجيا يمكن التكنولوجيا بتستخدم بصورة يعني في أو أخرى في مرحلة التعليم قبل الجامعي التعليم الجامعي بيتم استخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في كل جامعاتنا سواء الجامعات الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو التكنولوجيا في كل أنواع الجامعات وبتأهل الطالب للتعامل مع سوء العمل ليس المحلي فقط دايما الرئيس سابق بخطوة يعني تفكيره المستقبل فيه إيه التغيرات اللي بتحدث على مستوى العالم هيبقى فيها إيه هنأهل طلبنا وأبنائنا إزاي إن هم يتعاملوا وينفسوا على المستوى العالمي وليس المحلي إزاي إحنا كمصر بنتمتع بقوة بشرية هائلة إزاي تستغل هذه القوة البشرية في إنها تفيد بلدها بمعنى إن هؤلاء الطلاب أو الخرجين يتعلموا بتخصصات بيتطلبها سوء العمل بأفكار جديدة بأسلوب جديد قائم على التكنولوجيا ويبتدوا يسافروا إلى الخارج يعني يستكملوا دراستهم أو أبحاثهم ويتعلموا من الخارج ويفيدوا الخارج والخارج كمان يفيدهم وبعد كده يرجعوا بلدهم مرة أخرى يتستفيد من القوة الهائلة الثروة العلمية الهائلة اللي هتكون عندنا وبكده يعني هيكون فيه استفادة كبيرة من هذه الثروة البشرية فيه اهتمام طبعا كبير جدا من سيادته بالتخصصات يعني كمان يمكن كان وزير التعليم العالي قبل كده شرح الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي واتكلم على ان التخصصات والكليات والبرامج الجديدة اللي بتنشأ في المحافظات المختلفة هتوضع أيضا برامجها وهتوضع مناهجها بالتعاون مع الشريك الصناعي ومتطلبات الشريك الصناعي في المحافظات بمعنى ان التخصصات دي هتبقى ملأمة للبيئة المحيطة كل محافظة في مصر احنا بنتمتع بمحافظات ليها خصوصية شديدة جدا وليها صناعات شديدة وليها زراعات مختلفة فطبعا التخصصات الجديدة دي من برامج ومن كليات ستنشأ بالتعاون مع الشريك الصناعي لان احنا في النهاية هدفنا التنمية هدفنا المستثمر اللي هيجي يستثمر في بلدنا يبقى عنده قوة عاملة كبيرة جدا من الخريجين يقدر يستغلها ويوفر عملة صعبة لبلاده مرة اخرى فدي مهمة جدا فدايما التنمية في البلاد دايما عين الرئيس على الصناعة على التطوير في المجالات المختلفة في مجالات النقل في مجالات الزراعة المجالات المختلفة اللي بتتمتع بيها كل محافظة هينشأ بعد فيما يعني من الوقت الحالي للمستقبل هينشأ الكليات والبرامج والتخصصات اللي ملأمة للبيئة المحيطة أو للمحافظات المختلفة وده طبعا هيخدم المحافظة في أنها تحافظ على أبنائها يعني الخريج هيخرج يشتغل في المحافظة بتاعته والتنمية بتاعته بالزبط وهينمي المحافظة بتاعته هينمي طبعا بلده بصفة عامة ومحافظته بصفة خاصة فهنا كده هنعمل زي مسألة إعادة توطين مرة أخرى لأبنائنا داخل محافظاتهم فهي أفكار ذكية جدا هدفها تطوير التعليم سيادة الرئيس مهتم بملف التعليم اهتمام كبير جدا بيدعو في أولوياته الأولى في كل مناسبة بيتكلم على أي مشروع أو أي تنمية في البلد بيبقى التعليم أساسي فيها أو عنصر أساسي فيها وإحنا كمتخصصين في التعليم لمسين هذا الأمر يعني على أرض الواقع شايفين اللي بيحدث في ملف التعليم قبل الجامعي في أيضا استراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي في حوار مجتمعي بيتم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعقده لأبنائها بحيث أن يعني يتم منقشة كل ما يخص التعليم بيحضروا متخصصين بيحضروا أساد زد جمعة بيحضروا يعلميين بيحضروا أولياء أمور علشان لما توضع استراتيجية ما تبقاش يعني متغيرة بتغير الوزير يعني إحنا دايما في مصر هنا عندنا أزمة إن الاستراتيجية مرتبطة بوجود وزير معين أو شخص معين لأ دي استراتيجية بيشارك فيها جميع أبناء المجتمع كل المعنيين بالعملية التعليمية يقدروا أن هم يحطوا السياسة التعليمية المقبلة ويمكن يعني في أثناء الحوار الوطني يتكلموا على إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم اللي هيضم وزارات المعنية بالتعليم والوزارات زي الأخرى اللي هتساهم مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والأظهر وما إلى ذلك كل هذه الأمور هتبقى تحت مظلة واحدة لتوحيد الكيانات يعني دايما عندنا مشكلة كبيرة في التعليم إن فيه تعدد الكيانات يعني مثلا لو جينا للتعليم الفني هنلاقي إن مراكز التدريب موجودة في أكثر من وزار مش وزارة التربية والتعليم فقط لقي المعنية بالأساس بالتعليم الفني هنلاقيها في التعليم العالي هنلاقيها موجودة في القوى العاملة هنلاقيها موجودة في وزارة الإنتاج الحربي فهنلاقي يعني هذه المراكز منتشرة رغم إن فيه مظلة واحدة اللي هي مظلة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للارتقاء والاهتمام بالتعليم الفني فيه طبعا جودة هيئة الجودة اللي هي إتقان الجودة لارتقاء بالتعليم الفني فيه أكاديمية لتدريب معلمي التعليم الفني فكل هذه الأمور وأيضا مجمعات التكنولوجية والكليات التكنولوجية كل ده يبقى تحت مظلة أو كيان واحد بالإضافة أيضا لتعدد المراكز وتعدد المعاهد والجامعات والكليات في التعليم العالي وأيضا في الأزهر فكل ده يبقى تحت مظلة واحدة اللي هو مجلس التعليم الوطني الأعلى وده الحقيقة لسيادة الرئيس أيضا أشار إليه في الحوار الوطني هيضم بقى كل ما هو متخصص في التعليم من كيانات مختلفة هيبقى فيه توحيد للسياسات وده يمكن اللي احنا كنا بننادي به دائما إن تبقى فيه سياسة واحدة تبقى فيه قوانين واحدة بتحكم العملية التعليمية فيه قاعدة بيانات عن كل ما يخص الطالب المصري بداية من رياض الأطفال حتى الجامعة اللي احتياجات بتاعت سوء العمل سوء العمل محتاج إيه محتاج كام خريج في تخصصات إيه لما كنا بنسافر للخارج يعني في زيارة الأخيرة الألمانيا شفت هناك إن هم عندهم عدد طلبة في بعض الكليات والجامعات لا يتعدى 16 طالب لأن عندهم منظومة متكملة وقاعدة بيانات لاحتياج المجتمع الألماني من خريجين في تخصص مثلا زي التصميم أو زي النواحي الفنية فهو بياخد عدد خريجين اللي بيتطلبهم سوء العمل أو اللي بيتطلبها المجتمع الألماني فإن كنا بنندهش من ده طب أنتوا بتعملوا ده إزاي؟ فمن خلال قاعدة بيانات بتربط كل هذه الأمور في الدولة مع بعض ده هيبقى عندنا إن شاء الله في مصر